السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الربح من إنشاء موقع إلكتروني أكتر من 3000 دولار تجربة شخصية بالإثبات وخطوة بخطوة للمبتدئين فيديو النهاردة هو تاني فيديو في السلسلة اللي بدأتها معاكم من الحلقة اللي فاتت لو عايز تشوف الإثبات على كلامي ارجع شوف الحلقة دلوقتي عن طريق اللينك اللي موجود تحت في البسكريبشن او عن طريق الآية اللي هزهر لك فوق او عن طريق اول كومنت موجود على الفيديو ده هعلمك بإذن الله بداية من الفيديو ده خطوة بخطوة ازاي تنشئ موقع إلكتروني تقدر تحجج منه شهاليا اكتر من 1000 دولار وتجربة الشخصية للربح من المجال ده بإذن الله المجال ده مش بيتطلب منك اي خبارات خالص سواء كنت مبتدئ ومحترف عندك رسمال او ما عندكش قلبة نصحك تبدأ بالمجال اللي انا بإذن الله هده أخرده عليك انطلاقا من الفيديو ده علشان كده ما تبخيلش علي بان انت تدعم القناة وتشوف الفيديو الاخره ممكن تسرع الفيديو الاثنين ونص اكس عشان تقدر ان انت تشوف الفيديو كامل فوق اكتب ليل او تعمل لايك للفيديو ده وتواصل الفيديو زي مااتوا عايزين من اللايكات واشتراك في القناة سوما اشتركتش تابعوني بعد الفوصل هرجع لكم مرة تانية اهلا بيكم مرة تانية ومن غير مطاول عليكم انا خشت في شرح النهاردة دايريكت على طول لان كل دقيقة هتبقى شرح عملي بإذن الله للمبتدئين الناس اللي عارفة الكلام دا والناس اللي مش عارفة بتمنى من كل قلب ان انتوا تشوفوا الفيديو دا للنهاية دعما منكم للقناة بانكم تصرعوا الفيديو دا لرقم اتنين اكس علشان تشوفوا الفيديو كامل لو انت مش مهتم بحلقة النهاردة ولو انت مهتم بحلقة النهاردة بتمنى برضو ان انت تتابع الفيديو للنهاية علشان بإذن الله تطلع منه بمعلومة قيمة جدا جدا هنكمل السلسلة اللي بدأناها في الحلقة اللي فاتت للناس اللي حابة تشوف الإثبات على كلامي وتعرف فعلاً إن المجال ده محترم جداً جداً وأنا قدر تحجج منه مبالغ مالية محترمة يرجع يشوفوا الفيديو اللي موجود فيه اللينك اللي موجود تحت فيه الديسكريبشن متمنى من كل قلبي كل الناس اللي بتشوفني تعمل لايك دلوقتي طبعاً فضلاً ولاس أمراً ولسه ما اشتركتش في القناة اشتري في القناة عن طريق زر سبسكريب الأحمر اللي موجود زلد شايفينه قدامكم ده هتدوس عليه هيبقى رمادي هتدوس على الجرس اللي جنب منه هيبقى رمادي تبقى أنت كده عملت معي خدمة كبيرة جداً جداً هخش في شرح النهاردة على طول وهو إنشاء موقع إلكتروني على بلوجر بشكل مجاني وإزاي تقدر أن انت تفهم كل حاجة جواه بشكل بسيط جداً جداً للمبتدئين زي ما قلت الناس اللي عارفة كلامي بتمنى أنتوا تشوفوا الفيديو للنهاية دعم منكم للمحتوى بتاعي هنشرح أول حاجة بلوجر بعد كده ورد بريس بعد كده ويكس ونبقى غطينا كل المنصات الخاصة بإنشاء المحتوى أو كتابة المحتوى أو الـ CMS اللي موجودة على الإنترنت من وجهة نظري الشخصية علشان تنشئ مدونة على الإنترنت أو علشان تعمل موقع إلكتروني مجاني على الإنترنت لازمك إيميل جوجل أو إيميل متجر زي ما تسميه سميه براحتك يعني اللي هو بينتهي بـ علشان نعمل الأكاونت ده أو الإيميل ده أو الجيميل ده بنخش كده على جوجل دوت كوم وبنبدأ نسجل أكاونت علشان تسجل أكاونت تدوس كده على كلمة إنشاء حسابة سيب لك اللينك موجود تحت فيه واتبع الخطوات اللي أنا هعملها قدامك دلوقتي ولكن هو بيتطلب منك حاجة واحدة رقم موبايل علشان تأكد عليه وأنا بنصح أي حد بادئ جديد على المجال ده إنه هو طبعا يربطه بالرقم الشخصي بتاعه علشان ما يتسرقش منه والحساب بعد كده بسهولة ولكن واحد زي إي أنا عمل كتير قبل كده إيميلات فما عنديش أرقام إن أنا أأكد بيها فهشرح بطريقة ثلثة شوية بالطريقة غير اللي هي المفروض تعملها يعني علشان تعمل حاجة بتدوس كده على إنشاء حساب وتتبع الخطوات اللي أنا هعرض عليك دلوقتي ولكن أنا بمسك الموبايل بتاعي وليكن ده كده الموبايل بتاعي أو الموبايل بتاعك زي ما تحب وتخش كده على الإعدادات اللي هي وتنزل تحت كده هتلاقي كلمة أو حسابات هتدوس كده على أو إضافة حساب طبعا عشان نعمل أكاونت جوجل زي ما تشعفين بالشكل ده وما نحطش فيه رقم موبايل علشان طبعا ما يطلبش من هنا رقم موبايل هندوس كده على كلمة اللي هي جديد وهنكتب كده الاسم هنا وليكن مسلا أبو ريان ودوس كده على إنتر هيدخلني على الخطوة اللي بعدها هكتب الإيميل بتاعي طبعا أنا مجهز إيميل كده وبصورد حاجة رمزية حاجة بسيطة يعني بنجرب بيها هدوس كده على إنتر هيدخلني على الخطوة اللي بعدها هتكتب يعني اسم الإيميل بتاعك هيبقى آد جوجل دوت كوم خلاص زي ما تشعفين بشكل ده أو آد جيميل دوت كوم أنا آسف يعني مسلا ممكن يبقى محمد خمستاشر أحمد عشرين وهكذا يعني بس يا ريك تختاره يكون اسمه كويس يعني مش كده هنا بقى هتختار البصورد ويكون البصورد بتاعك جوي شوية بيتكون من حروف وأرقام حروف كبيرة وحروف صغيرة وحاجات معقدة شوية مش أي حد يخمنها علشان ده يبقى مشروع عمرك ممكن في أي وقت حد يخمن البصورد ده ويسراجه منك فاكتب بصورد قوي ده كده بصورد عادي أنا بكتبه قدامكم هغيره برضو بعد نهاية الفيديو هدوس كده على بعد كده وبعد كده تمام كل ده بيبقى بتاع الموبايل بتاعك أو لو انت بتسجل عن طريق المتصفح زي ما تشافين كده نفس الخطوات هي هي لو دوسنا كده على انشاء حساب هوريكم برضو الطريقة من عن الموبايل هدوس كده على واستنى شوية اكتب الكاباتشا تي يو هدوس كده على انتر هيبدأ دخلني على الخطوة اللي بعدها تمام كده خلاص عمل معي كده انا عملت اكاونت جديد خلاص مش محتاج كده الموقع ده هو الرول كدلها كده كده بقى انشاء حساب جوجل من على المتصفح الاسم الاول الاسم التاني اسم المستخدم اللي هو الاسم ده يا شباب زي ما تشافين جاب لعلامة الات تمام وهنا كلمة السر وهنا كلمة السر وبتدوس على التالي خلاص طبعا انا مش محتاج اعمل كده قدامكم دلوقتي انا هخش كده على طول تسجيل دخول هكتب كده البريد الالكتروني لها لسه من شوق دلوقتي من على الموبايل بتاعي ودوس كده على انتر واخد الباسورد احطه هنا ودوس كده على التالي تمام هاستنى شوية وهرجعلكم مرة تانية يا شباب طيب يا شباب المفروض يدخلك على الصفحة دي هو طلب منه رقم موبايل لان انا كنت عامله على الموبايل ودخلته على طول على المتصفح فانت بتستنى من ساعة لساعتين بعد ما تكرت الاكاونت بتاعك على الموبايل وبعد كده بتبدأ ان انت تضيفه على المتصفح بالشكل اللي انت شايفه ده هدوس كده على كلمة ضن هيدخني على الاكاونت نفسه زي ما انت شايفين بدأ يعمل لي لوجين للجيميل بتاعي كده يبقى انا عندي اكاونت خلاص تحفظ الاكاونت ده عندك بالباسورد محدش يعرفه منك خالص عشان لو حد اعرفه كل حاجتك هتروح كده وهتضيع من غير ما تستفاد اي حاجة تمام طبعا انت عملت الاكاونت جديد اه وخلاص بنخش كده على يوتيوب بنعمل ريفرش ده الصفحة بتاعتنا اللي انت بتشوفني من عليها دلوقتي تمام وبتعمل كده بتعمل كده بتعمل كده بتعمل كده وبتفعل الجرس وتختار علامة الاول اللي انت شايفينها دي عشان يوصلك كل حاجة انا بنزلها اول باول عشان يوصلك كل حاجة حرفيا اي هدية اي جيفاوي اي شرح بيتطلب منك السرعة يوصلك على طول تكون انت اول واحد مجربه المهم خلصنا خلاص وعملنا الاكاونت بتاعنا نعمل طبعا اشتراك للقناة التانية المهم يعني نيجي نخش هنا كده نكتب في جوجل بلوجر او نيجي هنا على المربعات دي وندوس عليها وندوس كده على كلمة مور هتلاقي كده علامة بلوجر ظهرت لك هنا هندوس عليها تمام هيدخلنا كده على بلوجر هدوس كده على تمام هاختار كده الاكاونت اللي انا عملته نفس الباسورد هو هو هدوس كده على كلمة التاري هيدخلني على المدونة بتاعتي علشان تنشئ مدونة الكترونية لازم يكون لك اسم يظهر في المدونات او التهدولات اللي انت تكتبها وليكم مسلا نكتب كده ابو ريانة عشرين عشرين طبعا بلوجر او بلوجر او يعني زي ما تسميها سميها يعني على حسب ما هتنطق براحتك يعني خلاص دي الصفحة الافتراضية بتاعتك بعد كده لو تدوس على السهم ده هتدوس كده على هاعمل معك بلوج جديدة انا طبعا ندوس كده على انا عايز اغير بس معاكم اللغة بتاعة المتصفح علشان الناس لسه جديدة هخش كده هنا واغير اللغة بتاع المتصفح واخليها باللغة العربية تمام بغير من هنا بخليها اللغة العربية تمام تمام قاد اللغة العربية وادوس كده على كلمة سلاكتوب بعمل هنا كده عشان يغير معي اللغة للغة العربية تمام زي ما تشافين كلمة مرحبا وانشاء مدونة جديدة وادوس كده على انشاء مدونة جديدة هنا ده اسم المدونة نفسها طبعا انت بتختار النيتش اللي انت تشتغل عليه بناء على الحلقات اللي جاية بازن الله انت بس تقول لك تبتعرف ازي تنشئ المدونة الحلقات اللي جاية هتعرف ازاي تختار النيتش بتاعك بناء على المفادلات الخاصة بيك. واللي يكون انا هشتغل في النيتش التقنية فهكتب التكنولوجيا للجميع. واللي يكون ده هيبقى اسم الموقع بتاعي او مسلا محمد او المحترف الجزائري او المحترف المصري او المحترف اللبناني او المحترف السملوتي او المينياوي او يعني اي اسم انت محتاجه للمدونة بتاعتك. هنا بقى هنحط الرابط بتاعها. هنكتب كده مسلا تيك. for all. عشرين عشرين. طبعا انت متحطش كمتة عشرين عشرين دي ده. ولكن انا عشان اتقبل معي. هنشرح بعد كده طبعا ازاي تشتري اه دومين لو انت عايز ترك الشغل بتاعك وبدل ما تشتغل على دومين مجاني بالشكل ده. اشتغل على دومين دوت كوم دوت نت. دومين مدفوع يعني. كل ده بازن الله هنشرحه في الايام اللي جاية وبارخص الاسعار ونتحدى كده بازن الله في الايام اللي جاية. بس الاسعار بازن الله للمبتدئين الناس لما عندهاش راس مال كبير. طبعا تبقى حوالي واحد دولار او ستاشر جنيه مصري. تمام? اخترنا كده الاسم وخلاص وكررنا وتقبل علامة الصحة ظهرت معنا. هنختار اي قالب افتراضي من القالب اللي زهر قدامك دي. وهندوس كده على كلمة انشاء مدونة. طبعا الحلقات اللي جاية برضو هنشرح ازاي تركب القالب بتاعك وازاي تزبط القالب ده بناء على القالب اللي انت هتختاروه. تحت في الكومنتات قلولي اسم القالب اللي انتو حابين ان انا اشرحه من البداية للنهاية وانا بازن الله اشرحه لكم. تمام? هندوس كده على العلامة دي هنكنسل. دي كده شكل المدونة بتاعتك من جوه. لوحة التدوينات ولوحة الاحصائيات وغيره. لو دوسنا كده على عرض المدونة. هيبدأ يدخلنا على المدونة نفسها بالشكل. طبعا هنغير الشكل ده خالص مش هنخليه زي ما هو. في الحلقت اللي جاه نشرح الكلام ده بازن الله. هنا كده في المشاركات او الكل بتكتب التدوينا بتاعتك. ازاي بتكتب التدوينا? في شرح بازن الله ه Lehramick ازاي تتعامل مع كل العناصر اللي موجودة جوه اللوحة اللي انت خراشها دلوقتي دي. هنا كده بكتب التدوينات ايا كان نوعية اللغة اللي انت هتكتب بها عربي اجنبي فرنسي ايا كان نوعية اللغة. هنا هتكتب العنوان الخاص بيت التدوينات بتاعتك طبعا كل الكلام ده زي ما قلت لكم في حلقة ازاي تكتب محتوى حصري هعلمه لك خطوة بخطوة. هنا التسميات اللي هي الاقسام اللي موجودة جوه المواقع بتاعك. هنا كده الرابط بتاع التدوينة نفسها وبعد كده بتدوس كده على كلمة نشر. انا هعمل طبعا اغلاق ومش عايز اكتب حاجة. انا بس بوريك زي ما انت شاهد بشتاكت ده. تمام? هنا كده الاحصائيات بيظهر لك الاحصائيات بتاعتك. انت طبعا جالك تكون احترافية اكتر من كده. دي كده المشاركات طبعا كل ده احصائيات. يعني الزوار جايل لك على ايه وجايل لك منين والكلام ده. هنا كده التعليقات لو في اي تعليق موجودة على المدونة بتاعتك على اي موضوع بيظهر لك هنا. تمام? دي كده خانة الارباح لو انت هتجدم على طبعا عن طريق الدومين المجاني اللي هو لو انت هتشتري دومين مدفوع عن طريق الشرح لنشرحه بازن الله في الايام اللي جاية. يبقى انت مش محتاج الخانة دي خالص. انت مش محتاجها نهائيا. تمام? اه هنا كده الصفحات اللي انت هتعملها زي صفحة سياسة الخصوصية واتصل بنا وخلافه. كل ده بازن الله مع تركيب القالب. هنا كده التخطيط لما تركب القالب برضو هيزهر لك كل حاجة هنا. طبعا للتخطيط دي اللي فهي اسم اللوجو والاسم والحاجات اللي بتزهر لك في صفحة الرئاسية. هنا كده المظهر دي الاكواد بقى اكواد الاتش تيم ميل والكلام ده الناس افهم برمجة. ودي كده الاعدادات اللي موجودة جوة التدوينة نفسها زي الاسم والوصف وخلافه. كل ده بازن الله نشرحه في حلقة تاني عشان ما اطولش عليكم. انا علمت لك دلوقتي ازاي تنشئ تدوينة او تنشئ موقع الكتروني على الحلقة اللي جاية هنتكلم عن الحلقة اللي بعدية هنتكلم عن اشتركوا في القناة